بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن طريق اكسار نبات جميل بتشكيلة الوان رائعة فيه منه تشكيلة جميلة جدا من الوان وبتظهر الوانه لما بياخد حقه في الشمس والاضاءة العالية وان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن طريقة سهلة جدا لكسار هذا النبات على بركة الله هنختار الاغصان اللي هنقطعها عشان نعمل منها عملية الاكسار عندنا غصنين اممت هنجيب المؤسس بتاعنا وغص الغصنين بسم الله هذا الغصن الثاني زي ما حضراتكم شايفين هذا الغصنين هنمسكهم هنقطعهم الى عقل يعني بطول خمستاشر عشرين سنطي في الحدود دي تقريبا تمام حضراتكم يبقى هنا عولة وهنا وعلى يبقى هنا دولة الغصن دات ثلاثة عقل قطعناهم وزلنا معظم الاوراق علشان نقلل فقد الماء في العقل وهنجيب شوية مية في اي حاجة اه اي وعاء كوباية اي حاجة او اي شيء مناسب للغرض يعني وهنحطهم وقفين كده زي ما حضراتكم شايفين هنرس العقل زي ما حضراتكم شايفين كده ولو لاحظنا ان المية متغيرة هنحاول نغيرها يعني كل مسلا تلاتة اربعة ايام ولو قلت هنزودها زي ما حضراتكم شايفين كده كده ان شاء الله خلصنا اول مرحلة وهنسيبها زي ما هي كده في مكان اه مظلل يعني مفيش شمس مباشرة وفي اضاءة ده من العشر ايام او خمستاشر يوم عملنا نفس الحكاية ونتايج زي ما حضراتكم شايفين كده اده مجموع جزري قوي جدا ما شاء الله ومية عضية جماعة من الحنفية مفيش اي مشكلة يستحسن ان هي مثلا تكون محطوطة في حاجة مفتوحة لمدة يوم ولا حاجة مفيش مش مشكلة عادي من الحنفية مباشرة عادي مفيش مشكلة ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده اده الجزور عندنا تمام هنيجي بعد كده بقى المرحلة الاخيرة هناخد العقل اللي احنا جزرناها في الماء ديت وهنجيب القصيس نحط شوية طراب في قعر القصيس وبعد كده نحط العقل بتاعتنا ونكمل حواليها بالطراب هنحاول نعديها نوقفها عادل ونحط طراب حواليها ايا كان نوع الطراب اللي هنستخدمها دي طراب خليط طراب طينية على طراب رملية على ممكن آآ شوية تمام زي ما حضراتكم شايفين كده ونقرب كمان واحدة هنكمل الطربة والمرحلة اللي جاية بعد كده والاخيرة ان احنا هنروي النباتات اللي احنا زرعناها بس كده يا جماعة بمنتهى السهولة ممكن تعمل عندك اي نبات كاليوس او عند اي حد من اصحابك او عندك عايز تهادي حد منه مفيش مشكلة بمنتهى السهولة هتعمل عملية الاكسار ديت نتمنى لكم التوفير ان شاء الله ولو في اي ملاحظات نرجو حضراتكم تسيبوننا تعالية اشتركوا في القناة